السلام عليكم ورحمة الله كتاب بيضة الديك الذي ألفه يوسف الصيداوي وهو حامل لبكالوريوس في اللغة العربية وانتقد به الدكتور محمد شحرور الذي قدم لكتابه الكتاب القرآن دكتور في اللغة العربية وهو الدكتور جعفار دكالباب فإذن الآن حامل بكالوريوس يهاجم دكتور في اللغة العربية هذا ليس فيه مشكلة لكنها مجرد معلومة لا مشكلة كائنا من كان يحمل أي شهادة لا يهم المهم أن يتحفنا بأدلة عظيمة فهذا هو كتابه التحفة وهنا يكتب مقدمة عن اللغة العربية وعن جمالها ونحو ذلك ثم يدخل فيه مقدمة يقول فيها كيف أن هنا سنقترح عليه الرد على الدكتور محمد شحرور وهنا يذكر أن أستاذ المؤلف ويقصد به الدكتور جعفار دكالباب كيف أن له مقدمة على الكتاب والمطلع على مقدمة كتاب الكتاب والقرآن لدكتور محمد شحرور يرى في المقدمة التي كتبها دكتور جعفار دكالباب مقدمة عظيمة جداً تبين أن اللغة العربية فيها مدارس منذ القدم مدرسة الترادف ومدرسة عدم الترادف ونحو ذلك وكيف أن الدكتور شحرور وهو يؤمنا بالمدرسة ذات الشعبية الأقل وهي مدرسة عدم الترادف ولكنهما لم يخترعا شيئاً من لا شيء وإنما تبعا منهجاً قديماً هذا هو أكثر نقطة أهمية في الموضوع كله ويتغاضى عنها الصيداوي بكل بساطة وكي يخلص وكي يتخلص من الحرج على ما يبدو يقول هنا ومن هنا أعرضت ومن هنا أن أعرضت عن مناقشة أستاذه إذ قدرت أن آراءه ومعارفه اللغوية متمثلة في آراء تلميذ ومعارفه إذن هو يبرر تبريراً واهياً أنه لماذا لن يناقش أصل القصة وأصل الروعة وهي المقدمة التي قدم بها الدكتور جعفر ديك الباب والآن يريد أن يركز على كتابة الدكتور شحرور الذي هو أصلاً غير متخصص في اللغة العربية كأستاذه الدكتور جعفر ديك الباب فهذه النقطة يجب التنبه إليها وهي تمثل هروب يوسف الصيداوي من لب القضية هو ينقل هنا عن الكتاب القرآن ينقل على لسان الشحرور ينقل هنا الصيداوي أنا لن أتحقق من هذه العبارات لضيق الوقت وسأفترض أنه ينقل بأمانة شديدة مع أنك عندما تستعرض معي ما كتبه هنا فيما بعد ستجد أو ستشك في أن هذا الإنسان يمكن أن يكذب أو ينقل زوراً والله أعلم لكن لا مشكلة فيمكننا أن نبني على نقله فهنا يقول أن الشحرور عرف الكتاب من كتبه والكتاب في اللسان العربي تعني جمع أشياء بعضها مع بعض لإخراج معنى مفيد أو لإخراج موضوع عن ذي معنى متكامل فهنا الصيداوي باختصار ماذا يقول أنه بحث عن هذا التعريف في القواميس وفي المراجع اللغوية فلم نجده فيها لم يجد هذا التعريف وإنما هو ارتجال واختراع إذن هو ينفي هذا التعريف وطبعا التعريف هذا هو يعني استنبطه الشحرور من عدة أمور هو اعتمد على اللغة العربية واعتمد على المدرسة اعتمد على مدرسة تعدم الترادف واعتمد على نظرته هو واعتمد على المصطلحات القرآنية لأن القرآن يفسر بعضه بعضاً وهذا لا يقوم به هذا التفسير أحد اليوم هم يفسرون القرآن بحديث ظني بحديث أحد ظني أو ضعيف أو ظني أو إسرائيليات أو هم يفسرون القرآن لا يفسرونه في الغالب بالقرآن ولو تبعوا الطريقة التي يجب أن يفسر بها القرآن احتراماً للقرآن وتعظيماً له لخرجوا بمعاني كثيرة لم يعهدوها من قبل لا هم ولا اللغويون لأن القرآن له لغة إصطلاحية خاصة فبالطبع هذا التعريف الذي أتى به الشحرور ليس هو أو من الطبيعي لا يوجد في قاموس لأنه هو أيضاً مستنير هذا التعريف باللغة الإصطلاحية للقرآن كما أنك وأنت عربي لا تفهم المصطلحات الطبية وإن كتبت لك باللغة العربية لأن هناك مفردات عربية طبية تسمى مصطلحات طبية فإذا القرآن له مصطلحاته الخاصة أيضاً وهذا هو واحدة من روائع الشحرور أنه لفت نظارنا بكل بساطة فلنترك القرآن يفسر نفسه بنفسه ودعوا القرآن اليقيني يفسر يفسر باليقيني لا أن يفسره آحاد أو ظني أو ضعيف أو إسرائيليات كما هو معهود فطبعاً لن يجد هذا التعريف بحرفيته فصيداويا عن ما يبدو مسكين يتعامى عن منهج الشحرور الذي ألف به في كتابه هذا الكتاب القرآن حوالي ما يزيد على 800 صفحة هو يتعامى عن منهجه العام وكأنه يصطنع الغباء والمسكين يمثل أنه ضحية ولم يجد التعريف للأسف وكأن الشحرور يدعي أن هذا التعريف هو نقله من مكان معين المهم يقول هنا الصيداوي أن الكتاب له تعريفات مختلفة ما دمت تقر بأن له تعريفات مختلفة إذن لماذا ليس له تعريف واحد لأن المسألة أيضاً تعريفه ليس يقيني وما دام الأوائل اجتهدوا في عدة تعريفات ولم يستطيعوا أن يجمعوا على تعريف واحد فهذا يعني أن في القضية سعة وأن من حق غيرهم أيضاً أن يجتهدوا بإيجاد تعريف لأن التعريف يقال عن التعريف الصحيح المثالي أنه تعريف جامع مانع جامع لكل عناصر الشيء المعرف ومانع أي مانع لدخول يعني لدخول مثلاً عناصر أخرى أو أمور أخرى يمكن تعريفها ومانع لدخولها ضمن هذا التعريف أي أنه تعريف دقيق فالتعريف إذن إن حقق هذه الشروط فيمكن أي إنسان أن يضع تعريفاً ربما يكون أفضل من الأوائل ربما يكون ليس أفضل لكن المهم أن القضية فيها سعى وليست يقينية ولو كانت يقينية لكان الكتاب تعريف واحد ثم يقول ولكن ليس أحدها أنه جمع أشياء إذ الأشياء كما تعرف الشعوب والأقوام لا تجمع لإخراج معنى إذن أنه إن في أن تكون جمع أشياء لكن إذا لاحظنا هنا في قاموس مقاييس اللغة الذي مر عليه الصيداوي هنا وقال أنه لم يجد هذا التعريف في مراجع لغة وذكر منها والمقاييس فنأتي إلى المقاييس مقاييس اللغة الفعل كتب يدل على جمع شيء إلى شيء إذن إذن هذا لب تعريف الشحرور جمع شيء إلى شيء ولا يشترط أن يكون كتب بمعنى يخط بالخط ويكتب بالقلم لا يشترط كما حاول الصيداوي أن يصور لنا بل هنا يقول جمع شيء إذن عكس ما قال الصيداوي إذن الصيداوي ليس أمينا في نقله من مراجع اللغة هو وإن كان حاملا لبكالوريوس في اللغة العربية ومثله ملايين اليوم لكن أيضا هو غير أمين في النقل كيف تقول أنه لا تجمع الأشياء كيف أن الكتاب ليس له علاقة بجمع الأشياء هنا كتب يدل على جمع شيء إلى شيء فإذن كيف تقول بعكس ذلك أنت تخطئ الشحر وتكذبه وأنت التي تكذب وتنقل من غير أمانا بل يعطي مقاييس اللغة مثالا ويقول كتبت البغلة إذا جمعت شفراء رحمها بحلقة إذن يجمع أجزاء من جسم الحيوان إلى بعضها ويعتبر ذلك كتابه إذن يجمع أشياء وهذا الجمع تعريف لكتبه ثم يأتي هنا على المعنى الثاني من الكتاب وهو الفرض فالصيداوي تغافل عن المعنى الأول وركز فيما بعد بعد أن يتكلم أن الكتاب هو من كتبة ومن الكتابة بالقلم ونحو ذلك ثم ينتقل إلى الفرض ولا يذكر هذا التعريف نهائيا فالصيداوي يكذب غير أمين ويتحايل ويلفق المهم نعود إلى النص ولا يكتفي الصيداوي بأن يكذب في نقله وإنما أيضا حتى إذا جاء إلى جملة صحيحة يقولها الشحرور يوافقه بها لكن يقول أن ما ذكره الشحرور لا حاجة للقارئ به وما يريد إلا تظاهرا بالعلم أي الشحرور يريد أن يذكر ما يذكر تظاهرا بالعلم ما أدراك وأنت شق على قلبه ما أدراك ما نيته ولماذا لا تفيد في البحث عندما يقول لك كتب وبتك هي معنا قريب منه ومن قال لك ذلك ولماذا تنتقد أمورا لا تضر ولا تنفع وفق رأيك ما دمت أنت تقول أنك لن تنتقد سوى العشر صفحات الأولى من كتابه الضخم إذن ليس لديك وقت اختصر أن تختصر ولا تنتقد أمورا خلافية قد تجدها أنت ضرورية أو تجدها غير ضرورية تكلم فيما هو مهم إلا إذا كنت أنت ليس لديك قدرة أصلا على كتابه وليس لديك القدرة أصلا على مناقشة سوى العشر صفحات الأولى من كتابه للشحرور من كتاب الشحرور الضخم الذي يزيد على ثمانمائة صفحة لأنه قال هنا في المقدمة أنه لن يناقش سوى عشر صفحات الأولى وبرر ذلك بأن سيطول به البحث لو نقض أكثر من ذلك ثم يعود هنا ويقول وقول الشحرور هنا زهوه بما يظن أنه سر وما هو بذاك أي أنه يلوم الشحرور لماذا تقول هذه معلومة ليست بسر ومن قال لك أن الشحرور لا يكتب سوى الأسرار وسوى المعلومات اللغوية العميقة الرهيبة العظيمة هو يكتب للناس كلها باختلاف شرائحها باختلاف مستوياتها ويريد أن يكتب مقدمات حتى يصل إلى نتائج معينة فحتى لو قال واحد زاد واحد كما تعلمون يساوي اثنان وبالتالي نقول كذا هذا لا يعتبر تضويعا للوقت فلماذا أنت تخنقك أي كلمة منه حتى لو كانت صحيحة لا يسلم الرجل من لسانك وكلامك الذي لا قيمة له ويقول الشحرور هنا ونقول مكتب هندسي أي مكان تتجمع فيه عناصر إخراج مشروع هندسي من مهندس ورسام وخطات وآلة إلى آخر ويعلق الصيداوي تعليقات سخيفة جدا على تعريف الشحرور للمكتب الهندسي مثلا فتجده يحاسب وكأنه يحاسب على الفتحة والضمة والوقفة والسكتة ويحاسب كأن الشحرور قد ادعى أنه يؤلف قرآنا أو كأن كتابه الكتاب والقرآن وكأنه من لدن رب العالمين يعني فهو لا يدعي ذلك حتى تحاسبه أنت على شدة بلاغته في تعبيره للقراء الذين أكثرهم عوام أو أناس غير متخصصين في الغراء العربية أو حتى متخصصين المهم أن يوصل لك النتيجة النتيجة واضحة جدا لكل من يقرأها إذن أنت لو كنت منصفا يا صيداوي فأنت عليك أن تناقش النتيجة وليس مقدماتها تناقش النتيجة التي يريد إصالها الشحرور أما أن تحاسبه على كلمات كان أولى به أن يعبر من خلالها عن تعريفه فهو ليس في مسابقة لغوية هو عندما يريد أن يفسر القرآن يجب أن يفهم القرآن جيدا وفق الحد الأدنى المطلوب الضروري من الإلمان باللغة العربية لكن ليس عليه عندما يتكلم مع القراء ويبسط لهم بلغة معاصرة هدفها التبسيط ليس هدفه أن يتكلم بدقة لغوية مذهلة فأنت طبعا أنت أعلم منه بهذا الفن ببعض زوايا اللغة العربية فأنت تتفزلك عليه بهذه الأمور وهذا يدل على خواء لديك لأنك لو كان لديك ضربات قاتلة لا فعلت مثل محمد علي كلاي بضربتين ثلاثة تنتهي المباراة لكنك اعتذرت عن عدم إكمال النقد واكتفيت بنقد عشر صفحات فقط من كتابه وفي هذا النقد المطول لعشر صفحات ملأته بالسخافات وبالتدقيق على الهمزة والضمة والكسرة وكان أولى به أن يقول كذا وكان هذا لا قيمة له فما دام الأساس عند الأساس في التعريف موافق لبعض المدارس العربية لا يشترط كل مدارس ولا يشترط أن يوافق كل القواميس لكن كما رأينا يوافق بعض القواميس إضافة إلى أنك عندما تجمع الآيات كلها التي تتكلم عن الكتاب وهذا ما لم يقم به أحد اعطينا عالم واحد عمل ذلك وخرج بالمعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم لمفردة الكتاب فإذا الشحرور عندما قاطع الآيات كلها التي وردت فيها كلمة الكتاب فوجد أن الكتاب هو غير هو سوى القرآن يأتي أحيانا وهو سوى الفرقان يأتي أحيانا ولكنك تعاميت أيضا أولا أول نقطة إذن هذا التعريف الذي أنت لا يعجبك وتقول أن هناك أولى من ذلك وأن هناك عدم دقة في هذا التعريف أولا لب هذا التعريف يوافق كما رأينا بعض القواميس العربية ولكن بقية التعريف طبعا هي اجتهاد من الشحرور بعد قراءته لمصطلحات القرآن الكريم بعد جمعه للآيات كلها التي وردت فيها كلمة كتاب وكذلك ويفسر جميع مفردات القرآن بأن يأتي على جميع الآيات التي فيها مفردة معينة فيعلم من ترتيلها على شكل رتل كل الآيات وراء بعضها التي تحوي مفردة معينة فعندها يعلم ما هو المقصود بهذه المفردة في كتاب الله ولكن هناك نقطة ثانية وأنت تعاميت عنها أيها الصيداوي أن هناك مواضع أو الشحرور منهجيته قال أنه لا يوجد ترادف أي لا يوجد كلمتان بمعنى واحد في القرآن الكريم لكنه قال بأن يمكن لمفردة واحدة أن يكون لها أكثر من معنى واحد في كتاب الله إذن الكتاب بالتالي يكون يعني كتاب الصلاة كتاب الصيام وهكذا وممكن أن يكون يعني المصحف الشريف كله الكتاب إذن لا تعارض لأنه الآن سترون كل نقده وكأنه هذا الصيداوي وكأنه لم يقرأ الكتاب كله كأنه يتسلى كأنه ينتقي كأنه يتعامى كأنه يعلم أن معظم الناس لن تقرأ لا كتابه وإنما فقط تسمع أن هناك من رد على الشحرور فترتاح يعني هو يعلم الشارع كيف يكون وهذا المؤلف الصيداوي هو شيعي وطبعا الشيعاء إخوة للسنة لا فرق بينهم لكن هو يكذب كما رأينا ليس لأنه شيعي فمن الشيعاء من هم على خير ومن هم من ككل الديانات وكل المزاهب لكنه يكذب لأنه هو تحديدا شخص كاذب وينقل بغير أمانة المهم يأتي بعد تعريف المكتب عند الشحرور ويقول بأن إمة العلم في اللغة العربية قد عرفوا المكتب من قبل فقال بعضهم بأنه موضع الكتاب وقال بعضهم بأنه موضع تعليم الكتاب إذن أيضا ليس هناك تعريف واحد وهذا يعني أن في الأمر سعى وأنه يمكنك أن تعرف شيئا موجودا أمام عينيك بإسلوبك أنت ومن الزاوية التي تراها أفضل للتعريف ثم هذا ناحية ناحية أخرى المكتب في ذلك الزمان كانت مفرداته قليلة كانت عناصره قليلة لم يكن هناك مكتب هندسي حتى يكون من عناصره في تعريفه تتواجد كما عرفه الشحرور وهو دكتور في الهندسة مثلا مهندس رسام خطاط آلة سحب إلى آخره لم تكن موجودة فمن الطبيعي يا ذكية زمانك يا صيداوي من الطبيعي أن لا يتضمن تعريفهم في القديم تعريفا أو عناصرات كثيرة ذلك أن المكتب كان في وقتها مكتب بسيط فلا داعي لهذه الفزلكة والصفصطة وأن تترك اللب روائع الشحرور ومنهجيته العامة وتتبع أمورا سخيفة تدل على ضحالة علمك وأن هذا هو أقصى قدراتك ثم يعرض الصيداوي لتعريف الشحرور ويقول عندما نسمي فلانا كاتبا نقصد المواضيع تأليف الجمال لا نقصد الخط بتاتا أي أن الكاتب أو الذي يكتب الكتاب لا نقصد الموضوع الذي يكتبه ولا نقصد الخط الذي يخطه بيده إذن هذا هو ملخص الفكرة ثم ينقضها أيضا الصيداوي نقدا سخيفا ممجوجا وسأضع لكم رابط الكتاب كي تتصفحوه على مهل فينقضه نسمي وعندما يعني هنا عندما تقرؤون السخافة التي يعرضها الصيداوي وكأنه يحاسب قرآنا وكأنه يحاسب الشحرور نعم الشحرور ليس لديه بلاغ مذهلة في صياغة تراكيبه اللغوية نعم وحتى عندما يتكلم في التلفاز فعلا ليس لديه تلك البلاغ أو السليقة العربية فعلا وهذا وهذا يزيد من روعة قصته لماذا؟ لأنه إن كان شخص في الأصل ليس لديه سليقة عربية ومع ذلك خرج بما خرج به من روائع من كتاب الله فهذا أدعى إذن هذا يعني أن ما خرج به ليس لأنه أديب ولغوي وشاعر حتى استطاع أن يضحك على عقولنا ويسحر ألبابنا بل لأن طبيعة القرآن عظيمة وطبيعة القرآن رائعة حتى أوحت بجمالها لمن كان صادقا في استيحائه حتى ولو كان أصله ضعيف في اللغة العربية فما بالك إذن لو أن هناك من تبع منهج الشحر ذاته ولكن بعربية عظيمة وعربية قوية فكم سيظهر لنا من روائع القرآن أكثر وأكثر إذن هذا من ناحية فلا داعي لأن تقول نسمي فلانا النجارا نقصد أنت يعني تستنبت من كلامه حرفيا وكأنك لم تقرأ باقي الكتاب ولم تقرأ هو أعاد الفكرة هذه مثلا عشرات المرات بطرق متنوعة فلماذا أمسكت عليه هذه الكلمة بالذات لماذا قال نسمي ولم نقل نصف مثلا لماذا هذه الصفسطة ما دام أعاد هو الفكرة ذاتها من أول الكتاب إلى آخره وأوصل لك المعنى واضحا وقطعا لم يفهم أي قارئ للكتاب منه ما فهمت أنت نسمي فلانا نجارا نقصد الأخشاب هذه السخافات وما هذا هو تعبيره ركيك ممكن أحيانا لكن هذا لا يشوش على المعنى العام لأنه عندما يكرره من أكثر من زاوية يوصل لك المعنى العام بدقة كما يريد هو وأنت تفهمه رغم عدم بلاغته فلا داعي للصفصة بل أنت عليك مسؤولية يوم القيامة لو كنت صادقا ولم تكن تاجرا كأكثر الناس اليوم لو كنت صادقا أن تستخدم قوتك في اللغة العربية فعلا بما يرضي الله وتمشي على منهج الشحرور وتستنبت من كتاب الله أروع مما استنبت منه الشحرور والشحرور دائما يقول لعن الله من وقف عندي أي أنه يريد من الناس أن تجتهد وتفهم وترمي اجتهاده في أو ترمي اجتهاده وراء ظهرها إن ظهر لها ما هو أقوى في كتاب الله إذن هو يفرح عندما أنت تستنبت من كتاب الله ما يخالف قول الشحرور أرنا لغتك لكن ماذا استفدنا من لغتك إن كنت أنت تريد أن تعكف على أصنام الأولين وعلى على إشراكهم المجازي وتريد أن تعكف على ما وجدت عليه آبائك من أصنام معنوية ما الفائدة من لغتك وهل كل طبيب متقن لطبه يعمل فعلا بمخافة الله ويستخدم طبه بدقة هناك من الأطباء البارعين في الطب لكن يستخدمه للحرام وللتحرش بالمريضة أو ليعريها دون حاجة أو إلى آخر فالناس لست بحاجة للغوي قوي فقط يحتاجون للغوي قوي يخاف الله ويخلص في قراءة القرآن دون ما أصنام ودون ما تبعية لأحد هذه هي القصة فأنت تركت لب الموضوع ولحقت ظاهر لفظ وتقول لو أننا مشينا على ظاهر هذا اللفظ لأوصلنا إلى هنا من الذي سيمشي على ظاهر هذا اللفظ ومن سيصيلا هنا لا أحد ولا أحد دعمت دعيته فأنت تضيع وقتك ووقتنا لا أكثر ثم إنك عندما قلت أنك ستكتفي بنقد عشر صفحات فقط من كتاب الشحرور الذي يزيد على الثمانمائة صفحة وتعتبر أنك بذلك قد كفيت ووفيت فأنا إذن إن نقدت كتابك هذا الذي هو أمامي مائتين وخمس وستون صفحة تقريبا لو نقدت فيه خمس صفحات فقط أكون قد نقدت أكثر مما نقدت أنت من نسبة مئوية من كتاب الشحرور إذن يكفيني خمس صفحات أن أنقذ فقط وقد وصلت الآن إلى الصفحة عشرين فيمكن فيمكن الآن أن أوقف الفيديو وأكون قد وجهت لك ضربة القوية وانته الأمر لكن سأحاول أن يتسع صدري لسخافاتك أكثر وأكثر وأكمل هذا البحث ولا أتبع طريقتك ذاتها في التهرب من الرد أما قول الصيداوي هنا صفحة عشرين ويتبين لك ذلك إذا مثلت لهم بقولك سيارة الرجل والرجل سيارة جميل هذه القاعدة أتمنى أن تقف عندها وتتمسك بها وياليت المفسرين يقفون كما وقفت أنت وهذا ما قاله الشحرور وهذا ما جابه به الأزهر في فيديو في اليوتيوب عندما شرح لهم أن الفرق كبير بين يتام النساء والنساء اليتامة ولكنهم يقولون لا يتام النساء أي النساء اليتامة فهذا الكلام قله ليس للشحرور وإنما قله لمن لأنك أنت في النهاية هنا تحاسب الرجل على كلام هو يقوله في كتابه وليس على تفسير للقرآن أما هو يحاسب الأزهر على تفسيرهم لآية وهي يتام النساء وهم يقولون أي معناها النساء اليتامة فأنتك الأولى بك أن تحاسب الأزهر لو كنت فعلا صادقا ولست تاجرا وفي الصفحة ثلاثة وعشرين يقول الصيداوي أن ابن فارس أي في معجم معجم مقاييس اللغة وهو من أصحاب مدرسة عدم الترادف التي يتبعها الشحرور المهم أنه أن الصيداوي ينقل عن ابن فارس أنه شرح الكتاب بمعنى الفرض وهو التعريف الذي نقلناه لكم في أول الفيديو لكنه ماذا فعل كما قلنا نقل التعريف الثاني للكتاب وأهمل التعريف الأول وهو جمع الشيء إلى شيء فهذا نوع من التلفيق من الصيداوي واستحمار لقرائه فمع ذلك نحن نوافق الصيداوي هنا أيضا بأن الكتاب في سياق ما من القرآن يأتي بمعنى الفرض نعم والشحر لم يقل عكس ذلك كل ما قال أنه كتب عليكم الصيام أنه فرض عليكم الصيام تماما كما يقول ابن فارس وكما يقول الصيداوي لكن لكن هو يقول الصيداوي يقول عفوا الشحرور أن كتب هنا لماذا لم يقل الله عن الصيام فرض عليكم لماذا عبر عنها بكتبة بكتبة لماذا الله ليس لديه عبث نهائيا كل مفردة تختلف عن الأخرى لحكمة والله لا يؤلف الكلمات اعتباطا ريزو بالله فيقول الشحرور أن كتب هنا بمعنى أنه فرض الصيام لكن هذا الفرض فيه خيارات وليس له خيار واحد فيمكنك أن تصوم ويمكنك أن لا تصوم ويمكنك في حال كذا وحال كذا بما أن هناك خيارات فكتب عليكم الصيام لكن في حالات أخرى عندما يستخدم الله لفظ الفرض للكلام عن الفرض لأن هناك ليس من خيارات وإنما خيار واحد فقط أمامك هذه هي القصة كلها وهذا الصيداوي كدونكي شوت يقاتل طواحين الهواء ولا أدري ماذا يذهب ويأتي ويشرق ويغرب وكأنه كان أعمى لم يقرأ الكتاب ولم يفهم ماذا يريد الشحرور ولا أتعب نفسه فقط فقط تخيله مع احترامنا له كالخلد في تحت الأرض أو آكل النمل أو شيء لا يرى إلا عند أنفه يتبع الكلمة وتشكيلها وثم ينسى المعنى العام وما يريد الكاتب أن يوصل إليه ما هذه السخرية ما هذا العبث فهنا يصور وكأن الشحرور لا يؤمن بأن كتب عليكم الصيام بأنه بأن فيه فرضا أو الصلاة أيضا الصلاة كتابا موقوطا لأن فيها خيارات أو فيها تعدد أجزاء عندك خمس أوقات ويمكنك أن تجمعها في ثلاث أوقات عند السفر أو عند ضرف آخر وهكذا فيها خيارات ذلك كتب أما الصلاة فرض هذا ما يقول الشحرور فلماذا هذا اللف والدوران وهذه السخافات كلها لأنك يا صيداوي عاجز عن أن توجه له نقدا حقيقيا في صلب أطروحته خاصة وأن هناك نقطة لأعزائي المشاهدين نقطة هامة جدا قد يستطيع إنسان أن يفسر آية بتفسير يتلاعب به على الناس العوام ربما ربما يفسر آيتان لكن أن يتلاعب بأن يفسر القرآن معظمه على نحو معين ويخرج بلوحة متكاملة في أجزائها متناسقة مع بعضها ويكون متلاعبا هذا هذا تحقير للقرآن لو آمنت به لا يمكن أن يخرج أحد علينا بأطروحة متكاملة من القرآن وتكون احتيال على القرآن فأنت لو آمنت بأنه قادر على ذلك لكنت محقرا للقرآن الكريم والعزو بالله القرآن لا يمكن أن تستنبط منه أطروحة متكاملة هذا ضعه نصب عينيك ومن يريد أن يرد على أطروحة متكاملة من القرآن عليها أن يرد بأطروحة مثلها إن استطاع أطروحة متكاملة مثلها لا أن يرد هذا الرد السخيف ويقول لماذا قال كذا والأولى أن يقول كذا وكأنه شيء مضحك فعلا ولولا الحاح بعض الناس والأخوة والله إن هذا الرد على هذا الكتاب لهو مضيعة للوقت وسخف وهنا أيضا يناطح طواحين الهواء هذا الصيداوي ويقول إن كان الكتاب بمعنى الموضوع فهذا يعني أن في أن كتب كتب قيمة أي مواضيع مستقيمة وأن هذا شيء مضحك جدا وكذا إذن ماذا تريد أن تقول قال ليست هي مواضيع مستقيمة وإنما هي أحكام مستقيمة فكأن هناك فرقا كبيرا بين المفردتين إن كانت مواضيع أو أحكام أو ليست الأحكام تكونوا في المواضيع إن قلت سنتكلم اليوم عن موضوع الزنا سنتكلم عن حكم الزنا هناك فرق طبعا لكن ليس ذاك الفرق الكبير المزلزل ومع ذلك من قال لك أن الشحرور يفسر كتب قيمة بمعنى مواضيع مستقيمة أين هذا التفسير أين جئت به أنت تحمله ما لم يقله أنت تقوله أين يقول ذلك نعم نؤمن نحن أيضا أنها أحكام مستقيمة وهذه الأحكام بما أنها كتب فالأحكام أيضا فيها خيارات مثلا لديك خيار في أن تعاقب القاتل بالقتل ويمكنك أن تعفو عنه مثلا إذن هذا ما قاله الشحرور دائما يقوله وقاله في هذا الكتاب وفي كتبه وفي التلفاز ولكنك مسكين تريد أن تقاتل طواحين الهواء وتجعل من عدوك خصما وهميا ولا يوجد في الأصل أي عداوة ولا أي تناقض انظر لهذا الكلام المضحك انظر كيف يستنتج وكأننا أطفال في الابتداء هذا يساوي هذا وهذا شيء عجيب هذا الرجل يا ليته احترم علمه واحترم اللغة العربية ثم هنا ينزعج لماذا الشحرور استجهد بالزمخشري عندما صنف وقال كتاب كذا وكتاب كذا في تصنيفه كتاب ولماذا لم يقل بابا ولماذا انزعج لماذا تستشهد بالزمخشري مع أنك تستشهد بابن فارس يا شحرور عادة أكثر من الزمخشري مع أن الشحرور استشهد مرارا بالزمخشري وهو ليس عدوه لماذا انظر إلى هذا الرد الطفولي إن كان استشهد بالزمخشري أو بغيره أين المشكلة هو يستشهد بعالم لغوي واعتمد لفظ الكتاب للتصنيف وهذا يخدم تعريفه فأين المشكلة هو يأتيك أسلوب الشحرور دائما يستنبط الشيء من القرآن الكريم ثم يأتيك بالأدلة عليه ليس فقط من القرآن الكريم بل مما تؤمن به أنت أنت كلغوي يأتيك ب بعض ما وجده في كتب اللغة عند الزمخشري أو غيره وأنت كمؤمن بالأحاديث يأتيك بعض الأحاديث لوريك أنها حتى هذه الأحاديث مع أنه غير متأكد منها وقد لا يؤمن بها لكنه يوريك أنها أيضا توافق طروحته القرآنية ويأتيك بالتاريخ إن كنت مؤمنا بروايات التاريخية ولكن دليله الحقيقي هو حصريا القرآن الكريم وهنا صفحة 29 يتغاب هذا الصيداوي أو يستحمر قراءه لا أدري ما حكايته ويقول إن كان الكتاب هو جمع عناصر إلى بعضها فيكون كتاب ربك أي أن الله ولياذ بالله هو عبارة عن عناصر ما هذا السخف العجيب عندما يضاف هذا كلمة كتاب تضاف إلى الرب هنا تعني أن الله مالك لهذا الكتاب لكن الكتاب في حد ذاته هو جمع عناصر بعضها إلى بعض أين المشكلة عندما تقول كتاب الفيزياء لا تعني أن الفيزياء مالك لهذا الكتاب ولكن تعني أن الفيزياء هي عبارة عن جمع عناصر إلى بعضها توصلنا إلى الفيزياء في النهاية ككل وكجمع وكشمولية لكن من يملك كتاب الفيزياء هذا أمر آخر فهنا السياق يقول كتاب ربك أي الكتاب الذي عائد تعود ملكيته إلى ربك لكن هو كتاب ماذا إذن هذا يعرف من سياقه قد يكون كتاب كذا أو كذا في النهاية هو بما أنه كتاب فهو جمع عناصر إلى بعضها فهذه بديهية بديهية لغوية وهذا الصيداوي يتلاعب بقرائه وكأنه يوجه كتابه وكلامه لأناس ممسوحي الثقافة حتى أنا أستحب أن أرد بهذا الرد لأنه ردي أيضا بديهي هل هناك من يشك بكلامي هل أأتي باختراعات بكلامي هذا كلامي بسيط وعادي لكن هو الذي اضطرنا إلى الرد على سخافاته وكأننا نخترع الذرة في صفحة ثلاث وثلاثين يسخر الصيداوي من الشحرور في شرحه للآية كتاب أحكمت آياته ثم يقول بعدها أيضا كتابا متشابها إذن تارة تكلم الشحرور عن الآيات المحكمات وتارة عن متشابهات ف ويستغرب الصيداوي ويقوم ويقعد ويوصل إلى نتيجة بعد كلام طويل لا معنى له يضحك منه الطفل الصغير ثم أراد أن يبرهن على ذلك فلم يجد سبيلا إلى هذه البرهنة إلا بأن يقطع القرآن قطعا كل قطعة منها لها صفة تخالف صفة الأخرى فهذه آيات محكمات وهذه آيات متشابهات وهذه آيات لا محكمات ولا متشابهات وما كان هذا ممكنا لو ظل القرآن كتابا واحدا فهذه الفأس وهذه الفأس وقطع شحرور إذن يستنكر يستنكر الصيداوي أن يكون في القرآن آيات محكمات وآيات متشابهات مع أن القرآن هو الذي قال ذلك عن نفسه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فهو القرآن المصحف تكلم عن نفسه وقسم نفسه تقسيما ليساعدك على التبويب ويساعدك على الفهم ويساعدك على التبسيط أين المشكلة؟ هو يريده كتابا واحدا ليس فيه تقسيمات لا أدري أين ولد هذا الصيداوي في أي كوكب وفي أي لا يعرف آيات من القرآن ولا يعرف شيء من الشريع على ما يبدو أمره عجيب غريب وكأن الشحرور أتى بأمر عجيب عندما قال أن في القرآن آيات متشابهات وآيات محكمات وكأن هذه ليست بديهية عند كل المسلمين في الصفحة سبع وثلاثين يدعي الصيداوي بأن الشحرور ذكر أن هناك ستة مواضع لكلمة للفظ الفرقان بينما في الواقع أنها سبعة وأن الشحرور قد كتم هذا الموضع السابع لأن إظهاره يهدم طروحة الشحرور فهو أيضا كشف عن قلبه وعرف نواياه فهو يدعي الألوهية هذا الصيداوي ولم يتنبه هذا الإنسان المضحك هذا العجيب من نوعه إلى أن الكلمة السابعة هي ليست لفظ الفرقان وإنما لفظ فرقاناً لذلك إذا بحست في القرآن عن كلمة الفرقان هنا ادخل إلى موقع اسمه تنزيل .net من أروع المواقع للبحث أكتب هنا الفرقان تجد ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة مواضع فيها الفرقان أما السابعة التي تكلم عنها الصيداوي فهي فرقاناً ومعلوم لكل من قرأ للشحرور ولو شيئاً أن الشحرور لا يؤمن بالترادف ويعتبر أن أي أدنى فرق بين أي لفظين مهما كان هذان اللفظان متقاربان فإن أدنى فرق بينهما قطعاً يكون له اختلاف في المعنى وهذا مبدأ عدم الترادف وهذا احترام لكلام الله وهذا تعظيم لكتاب الله والشحرور قال كلمته الرائعة في تقديس كتاب الله وفي تعظيمه بينما اتخذه قومه القرآن العرب معظمهم اتخذوه وراءهم ظهريا فقال كلمته الرائعة في تقديس القرآن وهي محور أطرحته كلها وهي أن القرآن إن كان من عند الله والله هو الذي هو يعلم علم الذرة وهو موجد الذرة وهو خالق الذرة فيجب أن يكون القرآن دقيقا كعلوم الذرة وندر من عمره خمسون سنة تقريبا حتى وصل إلى ما وصل إليه وأثبت الشحرور بالدليل في وجه الملحدين وفي وجه أعداء الدين بأن هذا القرآن كل همزة فيه كل حرف كل نقطة كل علامة لها دلالتها العظيمة بينما معظم الفقهاء الأولون لم يكن كلهم قالوا لا هناك هذه باء زائدة وهذه لا معنى لها وهذه يبرون جهلهم بأن يطعنوا في كتاب الله ولو عن حسنينية لكن هنا نعود إذن عندما يقول الشحرور لفظ القرآن ستة مواضع نعم لأن هذا موضع السابع ليس ليس لفظ القرآن وإنما لفظ فرقان إذن هنا الفرقان ستة مواضع وهنا فرقان ذلك هناك فرق ولكن هذا المستحول ربما يدعي الحوال هذا ربما هذا الصيد ربما المتعامي ربما لا أدري ما قصة هذا الرجل الغريب العجيب وكيف لا يخجل الناس أن يستشهدوا بكتابه الرخيص هذا ولكنه يعلم ربما الصيداوي أن الناس لا تقرأ إجمالا وإنما تقول آه نعم نعم هذا الشحرور لقد رد عليه فلان ولا يغلبون أنفسهم لا أن يقرأوا وإن قرأوا لا يغلبون أنفسهم أن يمحصوا ويحترموا عقولهم ويخلصوا لله فهناك حسابات اجتماعية وأصنام وتقاليد هي أكثر أهمية عند معظم البشر من الحقيقة الصافية ثم بعد ذلك يقول الصيداوي أن الآية التي تقول التي فيها يوم الفرقان هذه الآية التي قال الله فيها أنه أنزل على عبده شيئا ما أن هذا الشيء هو وجاء بآية أخرى هذا الصيداوي هذه الآية تبعد عن هذه الآية عدة صفحات في كتاب الله ولا أدري كيف ربطها ببعضها وحتى هناك في آية الآية التي فيها يوم الفرقان فيها فعل الإنزال هنا أين الإنزال تستغيثون استجاب ممدكم لا أدري أين الإنزال لكن هنا الإنزال ربما يقول إنزال الماء هل يمكن أن يقول الله يأتي بآية عظيمة يقول أنزلنا على عبدنا ويكون الماء هذه آية عظيمة أنه نزل الماء من السماء مطار أين العجيب في هذا الموضوع عداء أنه في آية في الآية التي فيها يوم الفرقان قال أنزلنا ولكن هنا ينزل وهناك فرق بين الإنزال والتنزيل وإلا طبعا هذا لا يعرف الفرق العلماء الأقدمون في أغلبهم أو من وصلت أصواتهم إلينا وربما هناك من عرفه وهذا هو الأغلب وقتله الخليفة وإلى آخره كما يقترون اليوم العلماء في البلاد الإسلامية من قبل حكامهم الظلمة المهم أنه ليس هناك إنزال في هذه الآية ولا يعقل أن يكون الماء وهو أيضا الصيداوي لم يفسر الإنزال بالماء وإنما فسره بالملائكة مع أنه ليس هناك فعل إنزال كل هذا الربط العجيب وبين هذه الآية وبين هذه الآية صفحات عديدة في كتاب الله وبكل بساطة يجزم الصيداوي بأن هذا هو التفسير وهذا هو تفسير التنزيل أنا مع الصيداوي بأن الآية التي فيها يوم الفرقان لا تجزم ليس فيها دليل واضح على أن ما أنزله الله هو الفرقان أنا مع الصيداوي في هذه النقطة لكن ما هذا التفسير العجيب البديل الذي أتى به الصيداوي لكن وإن وافقت الصيداوي في أن هذه الآية ليس فيها دليل على أن الله أنزل في هذا اليوم الفرقان لكن إذا عدت للقرآن تجد آيات كثيرة اعتمد عليها الشحرور كي يثبت أن الكتاب شيء والفرقان شيء آخر وليس دليله فقط هذه الآية التي تستشهد أنت بها فأنت تستشهد ب وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان نعم أنا معك ليس فيها دليل لكن لكن ماذا تقول في هذه الآية وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان الكتاب والفرقان بينهما حرف عطف وقاعدة لغوية أن العنصران المعطوفان الذي يعطف أحدهما على الآخر قطعا لا يكونان متطابقين فلا يمكن أن تقول أتى أتى مثلا أتى عمر وعمر لماذا تكرره قل أتى عمر وانتهى الأمر إذن بما أن هناك حرف عطف فإذن هذا هو لا يطابق هذا إذن الفرقان ليس هو ذاته الكتاب هل تريد دليلا أقوى من هذا ثم أيضا الآية التي استشهدت بها أنت يا صيداوي وهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيناتهم من الهدى والفرقان أنت أيضا شرقت وغربت في الرد على الشحر لكن تعال معي كيف تريد أن تثبت أن القرآن أو أن الكتاب أو القرآن هو ذاته الفرقان كيف هذه الآية بكل وضوح تقول هناك شهر رمضان أنزل فيه القرآن إذا اعتبرنا أن الشرح الذي بعدها عائد على القرآن فأنت تقول إذن أن القرآن هو هدى والقرآن هو بينات إذن القرآن فيه عنصرين هدى وبينات هذه البينات فيها عنصرين بينات من الهدى بينات من الفرقان على كل الأحوال يكون الفرقان جزء أصغر من القرآن لأن هذه تفاصيله وهو واحد من تفاصيله واحدا من عناصره المكونة للقرآن فإذا كيف تقول أنت بتطابق القرآن مع الفرقان أو إن قلت أن هذا الشرح كله والوصف هو عائد على رمضان ففي النهاية ما ميزة رمضان ميزتها أنه أنزل فيه القرآن فتعود النتيجة أيضا متشابهة كل الأحوال لا يمكن لغة أن تستنبت أن القرآن هو ذاته الفرقان أي كأنك تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن أنزل فيه القرآن هدى وبينات من الهدى والقرآن كيف يكون ذلك إذن واضح تماما في القرآن أن الفرقان شيء والقرآن شيء وأن تفاسيركم القديمة كلها مهترئة وكلها بعيدة عن اللغة العربية وبعيدة عن أبسط قواعد اللغة وفي صفحة 44 يقول الصيداوي إن كلمة كتابا في الآية ليس لها إلا إعراب واحد لا تعدوه ما شاء الله ما هذا التنطع وما هذا الفكر الأحادي هو مفعول مطلق إذن يحكم بيقين هذا الصيداوي ثم يبرهم بنفسه على أنه كاذب يقول ولقد قال ابن عطية ومن هو ابن عطية هو له كتاب مثلا المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز في عشر مجلدات هو عارف بالأحكام هو ليس شخص عادي فابن عطية يقول إن كتابا في الآية منصوب على التمييز فرد أبو حيان قوله مبرهنا كذا وكذا أن يكون مفعولا مطلقا لكن بما أن هناك عالم كبير وأنت تعتبره والمسلمون يعتبرونه أعلم من الشحرور بكثير ومع ذلك قال أن كتابا تأتي في هذه الآية منصوب على التمييز فهذا يعني أن في الأمر سعى وأنه يمكن أن تعرب على هذا الأساس وليس لأن أبو حيان قال شيء فيعني أنه هو ويكاد يكون إلها ويكاد أنت بنفسك تقول أن هناك عالم قال كذا وعالم آخر رد عليه وعندما يرد العالم على العالم لا يعني أن العالم الأول صفر وحشرة ولا شيء وكاذب ومفتر ولا تجرأ أنت أن تقول على بنعطية ذلك فإذا المسألة فيها قولا فمن أين أتيت ليس لها إلا عراب واحد لا تعدوه وهو كذا وكذا من أين أتيت بهذا الفكر الوحادي لو كنت حيا الآن لسألناك هل تقسم بالله وتباهل على أن ليس في المسألة إلا قول واحد أمرك عجيب وإن كان في مسألة واضحة إلى هذا الحد ويقينية كيف يخطئ ابنعطية فيها هل ابنعطية غبي أو متخلف أو معاق فكريا كيف يأخذ عنه العلماء الفقه ويقرؤون له عشر مجلدات في كتابه المحرر الوجيس في تفسير كتاب العزيز وكيف تستشهد أنت به أمرك عجيب وغريب تفكيرك وهابي سلفي وأنت شيعي تدعي أنك أو يدعي أهلك الشيعة أنهم أكبر أعداء الوهابية وتفكيرك كرب يعني نسخة مطابقة للفكر الوهابي في هذه النقطة وكأن إذا قال ابن عطية شيئا أو قال الثاني أبو حيان فكأن أبو حيان هو المتكلم الناطق الرسمي عن الله وماذا يعني إن قال وماذا يكون لو لم يقل ذلك هل اللغة محصورة في أبا حيان بمعنى أنه لو لم يعيش ولم يقل ما قاله لما كانت اللغة هذا كله اجتهادات والباب مفتوح ما هذا الفكر المغلق لديك لو قلت لي مثلا كل علماء اللغة قاطبة من مدلسة الترادف وعدم الترادف وكل أجمعوا على أن هذه الكلمة تعرب كذا أقول لك كلامك منطقي يؤخذ ويناقش ولكن أن تقول لي قال عالم كذا وقال عالم آخر ومع ذلك لا يوجد إلا قول واحد أمرك عجيب جدا ثم في صفحة الستة وأربعين يقول ويسخر ويأتي بحكاية في حارته الشعبية القديمة قصة طويلة سخيفة تضيع الوقت المهم يخرج منها بأنه لا يمكن أن يكون في الآيات مواضيع وإنما الموضوع فيه آيات من أين أتى بهذا التحجير ربما تكون آية الكرسي آية الكرسي لوحدها يستنبت منها المرء عدة مواضيع أين المشكلة؟ ما هذا الفكر الضيق المضحك المضحك وكأنك لم تقرأ كتابا فقيا واحدا ألم يقول أن الشافعي استنبط من قول الرسول الأكرم يا عمير ما فعل النغير أنه أن الشافعي استنبط منها ستة عشر مسألة فقهية أو نحو ذلك ما هذا الفكر الضيق المضحك المعيب المهم أن يسخر طبعا بما أنه يعلم أن الجمهور يريد إسكات الشحرور لأنه يدفعهم للثورة على ما ألف عليه آباءهم فهو يعلم أنه مهما قال من سخافات فسيوافقونه عليها لأن مصلحتهم في ذلك الوقت كانت في إسكات الشحرور ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر